وصف الله تعالى البيوت بوصف جميل جدا ممتنا به على عباده فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا فالأصل في بيت المسلم أن يتصف بالسكينة وبالدفء والراحة إلا أن أحد أخطر منتجات التشوهات النفسية في نفوس الأولاد هو البيت الذي يوصف بأنه بيت بلا سكن أو هدوء حيث الأصل في ذلك البيت هو الشد والجذب بين جميع أطرافه فعلى أدفه الأسباب تجد الخلاف المستمر وتسمع الصوت العالي والصراخ الدائم ولا يكون الاعتراض إلا لأجل الاعتراض فإلى كل زوج وزوجة ماذا علينا لو تحاورنا بهدوء لو خفضنا أصواتنا لو كان الاحترام المتبادل عنوان الحياة وماذا علينا لو كان الأصل بيننا التراحم والابتسامة الطيبة وماذا علينا لو قدمنا حسن الظن والتمسنا المعاذير وماذا علينا لو فكرنا قبل رفض أي طلب لماذا نرفض وما الضرر الحقيقي الواقع من الرفض ماذا لو رضينا بحالنا وغرسنا في أولادنا الرضا بدلا من التسخط الدائم والشكوى المستمرة بأيدينا إذن بعد توفيق الله تعالى أن نصنع بيتا هادئا تسوده السكينة والراحة والاطمئنان والرحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر